مفاوضات شفاهية مع عشور أوضح مسؤول داخل نادي الغرفة القطري على وجود مفاوضات مع لاعب خط وسط الفريق الأول القروي بنادي متلان داداني ماركي إمام عشور وأكد أنه بالفعل حدث محادثات شفاهية بين الغرفة واللاعب المصري مؤخرا لمعرفة رغبته بالانتقال للفريق خلال الموسم المقبل وأشار إلى أن عشور لم يبدي رفضه الانتقال للغرفة إلى أنه يفضل السمرار بالاحتراف في أوروبا بالموسم القادم وجاء التحدث الشفاهي من قبل الغرفة مع اللعب من أجل معرفة رغبته بالأول قبل دخول في مفاوضات مع ناديه ميتلاند وينتهي عقد عشور مع الفريق الداني ماركي في شهر يونيو سنة 2027 حيث انتقل من الزمالك بالانتقالات الشتوية الأخيرة ترجمة نانسي قنقر